تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة وممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر نعيم القصير الاستعدادات النهائية للتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 تشتمل الجولة على مستشفى شرم الشيخ الدولي والمستشفى الميداني المقام بجوار مركز المؤتمرات وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم تدريب الأطقم الطبية على طب الطوارئ والحالات الحارقة إضافة إلى محاكاة كل السيناريوهات المتوقعة لعمليات الإخلاء الطبي عند وقوع أي أحداث أو أزمات طارئة